بكل مكان الذين شرقون اليوم من ستين دولة حضروا إلى هذا المؤتمر ليطلعوا على المنجزات والجهود التي تقدموا المراكة العربية السعودية وهاهم يرفعون أقف الضراعة لولاة أمرنا والمملكة وأبنائها الذين يقدمون هذه الخدمات ونحن نرى أن من واجبنا خدمتهم وأن خدمتهم حق لهم وواجب علينا ونعدهم إن شاء الله كما نعد ولاة أمرنا أن نعمل بجد واجتهاد وجودة وتنافسية وصفة وإخلاص وأمانة في خدمة الدين والدولة فالحرمان الشريفان هما واجهة الدين وأيضاً سورة الدولة الرياضية أمام العالم الإسلامي وأمام العالم بأسره وحق على هذا نعمة العقيدة والشريعة والأمن والأمان والاستقرار والرخاء الذي تعيش بهذه البلاد وأمنها أمن البلاد العالم الإسلامي كله وأمنها أمن العالم أجمع نسأل الله أمنها وأدام عليها خبراتها وباركاتها شكراً لكم السلام عليكم